اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه الحصة قد نخصصها لمراجعة الدرس الرابع والخامس والسادس من مادة التربية الإسلامية وقد نبدأوا اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين بالتمرين الأول نتبهوا معي على الشاشة اضعوا علامة في الخانة المناسبة عندنا الآيات وعندنا كذلك أسماء الصور صورة الإخلاص المسد النصر الآية الأولى إنه كان توابا الآية الثانية لم يلد ولم يولد والآية الأخيرة ما أغنى عنه ماله وما كسب إذن المطلب منكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين توضعوا علامة أمام الآيات في الخانة المناسبة وقد نبدأوا بالآية الأولى إنه كان توابا هذه الآية هذه أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين واش كينا في صورة الإخلاص أو المسد أو النصر وقد نطلب من سلمة هي اللي غادي تجاوبني تفضلي سلمة كينا في صورة النصر سبارك الله عليك سلمة إذن غادي نوضعوا العلامة في النصر وغادي نطلب من سلمة باش تظهر لنا صورة النصر تفضلي سلمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله تبهي أعودي من الأول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جيد جيد سلمة إذن هذه الآية لم يليد ولم يولد الآية الثانية فين كينا واش في صورة الإخلاص ولا في صورة المسد وغادي نطلب من خديجة تجاوبني تفضلي خديجة كينا في صورة الإخلاص سبارك الله عليك إذن غادي نوضع العلامة في صورة الإخلاص وغادي نطلب من خديجة باش تستهر لنا صورة الإخلاص سبارك الله عليك خديجة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفؤن أحد سبارك الله عليك خديجة قلتنا الآية الأخيرة ما أغنى عنه ماله وما كسب فين كينا هذه الآية هنطلب من عائشة هي اللي غادي تقول لنا فين كينا هذه الآية سبارك الله عليك المسد المسد سبارك الله عليك إذن غادي نوضع علامة في الخانة المناسبة وغادي نطلب من عائشة باش تسهر لنا صورة المسد سبارك الله عليك خديجة ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سبارك الله عليك عائشة إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما راجعنا صورة الإخلاص وصورة المسد وصورة النصر سننتقل للتمرين الثاني نتبه معي على الشاشة أملأ الفراغ بما يناسب العزيمة والعمل الجاد لا مثيل له ولا شبيه أبو لهب إذن عندنا هذه الفراغات خلصنا الملؤهم عفوان هذه العبارات خلصنا الملؤهم في الأمكان المناسبة دي لهم الجملة الأولى عم الرسول صلى الله عليه وسلم الأسباب المادية للنصر والنجاح هي الله تعالى واحد أحد إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين نذكركم بأن المطلوب في هذا التمرين تملأ الفراغ بالكلمة أو العبارات المناسبة وقد نبدأ بالجملة الأولى عم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن شنو العبارات المناسبة في الجملة الأولى إذن زهراء غادي تجاوبين باش غادي تجاوبين باش غادي تجاوبين هذا الفراغ شكونا هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب أتباك الله عليك إذن أبو لهب هي الكلمة المناسبة في الجملة الأولى أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انتقل الجملة الثانية الأسباب المادية للنصر والنجاح هي شنو العبارة المناسبة هذه نطلب من إلياس هو اللي غادي يتممنا هذه الجملة بما يناسب تفضل إلياس العزيمة والعمل الجاد أتباك الله عليك إلياس إذن هي العبارة المناسبة الأسباب المادية للنصر والنجاح هي العزيمة والعمل الجاد هدين تقل الجملة الأخيرة الله تعالى واحد أحد إذن هدين تطلب من عائشة هي اللي هدين تكملنا الفراغ بما يناسب تفضل عائشة لا مثيل له ولا شبيه سبحانك الله عليك إذن لا مثيل له ولا شبيه إذن سأقوم بقرأه سأقوم بقرأه من بعد مني أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فضلوا أبو نابي عم الرسول صلى الله عليه وسلم مزيان الأسباب المادية للنصر والنجاح هي الأسباب المادية للنصر والنجاح زيد نعود مرة أخرى نتابعوا نعود مرة أخرى الأسباب المادية للنصر والنجاح الأسباب المادية للنصر والنجاح مزيان هي العزيمة والعمل الجاد هي العزيمة والعمل الجاد مزيان جملة الأخيرة الله تعالى واحد أحد الله تعالى واحد 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 أحد واحد أحد لا مثيل له ولا شبيه لا مثيل له ولا شبيه ودباء أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين قد اندوزوا للتمرين التالس انتبهوا معي الشاشة أضعوا علامة في في خانة صحيح أو خطأ عندنا أوحد الله تعالى ولا أشرك به شيئا هل نشوفوا فين هل نوضعوا العلامة واش صحيح أو خطأ أسبح الله تعالى وأذكره وأستغفره وأشكره على نعمه نفس الأمر أغتر بمالي وقوتي وأولادي إذا المطلب منكم في هذا التمرين توضعوا العلامة في الخانة إما صحيح وإما خطأ وقد نبدأ بالعبارة الأولى وحد الله تعالى ولا أشرك به شيئا صحيح ولا خطأ إليس صحيح وأستغفره وأشكره على نعمه وعيد أسبح الله تعالى وأذكره وأستغفره وأشكره على نعمه واش صحيح ولا خطأ خديجة صحيح صحيح سبك الله عليك إذن سنوضع العلامة في الخانة ديال صحيح حتواجب علينا أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين نسبحوا الله تعالى ونستغفروه وندكروه في كل حوال وفي كل أوقات ونحمدوه ونشكروه على نعمه الكثيرة اللي من أعظمها نعمة الإسلام قطلنا الجملة الأخيرة أغترو بمالي وقوتي وأولادي فين سنوضع العلامة واش في الصحيح ولا في الخطأ سلمة تفضلي جاوبنا خطأ ما خاصناش نتغره بالمال سبارك الله عليك إذن سنوضع العلامة في الخانة ديال خطأ فعلا خاصنا ما نغتروش بالمال ولا بالأولاد ولا بالقوة يقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم إذن أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين قلنات مرين الأخير لغديبا على الشاشة الآن أصل بخط بين الكلمة أو العبارة وما يناسبها الإخلاص في العمل الإحسان المسجد استشعار مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال إتقان العمل وأداؤه بإحسان مكان أداء العبادة بطمأنينة وسكينة المطلوب منكم في هذا التمرين أخواتي المشاهدات أخواني المشاهدين توصل بخط بين الكلمات والتي يناسبها من العبارات إذن عندنا العبارة الأولى الإخلاص في العمل شنو اللي كي يناسبها من العبارات المقابلة وقد نطلب من زهرة تقول لنا شنو كي يناسبها تفضلي زهرة الإخلاص في العمل إتقال عملي نعم وأداؤه بإحسان سبارك الله عليك زهرة إذن الإخلاص في العمل يقابله إتقان العمل وأداؤه بإحسان لكننا قد نقوم بالعمل يجب أن يكون متقنا وبإحسان وبدون تقصير طبعا إذن عندنا العبارة الثانية أو للكلمة الثانية الإحسان إذن شنو تقابل الإحسان تفضل إلياس ممكن تقول لنا شنو تقابل الإحسان استشعار مراقبة الله تعالى سبارك الله عليك إذن استشعار مراقبة الله تعالى كما إلياس في الأقوال والأفعال نعم جيد إذن الإحسان واستشعار مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال بقالتنا العبارة الأخيرة المسجد تفضلي عائشة مكان أداء العبادة تفضلي مكان أداء العبادات بطمأنينة وسكينة سبارك الله عليك إذن سنعود نقرأ هذه العبارات الإخلاص في العمل هو تفضلوا الإخلاص في العمل هو إتقان العمل وأداؤه بإحسان إتقان العمل وأداؤه بإحسان مزيان الإحسان هو استشعار مراقبة الله تفضلوا الإحسان هو استشعار مراقبة الله تعالى نعم مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال مراقبة الله تعالى في الأقوال والأفعال مزيان المسجد مكان أداء العبادة بطمأنينة وسكينة نعود المسجد مكان أداء العبادة بطمأنينة وسكينة المسجد مكان أداء العبادة تفضل تفضل زيد نعود المسجد مكان أداء العبادة المسجد مكالاً أبداً لبادة بطمأنينة وسكينة بطمأنينة وسكينة أتباك الله عليكم وفعلاً المسجد فين نمشيه لهم تعلموا ولا نصليه خسنا نلتازموا بأدب المسجد كيف ما شفنا في حلقات سابقة أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هذين نكتافيوا بهذا القدر من التمارين نتمنى تكونوا استفتوا كاملين وبهذا نكملنا الصور اللي درسنا وتبتنا الحفظ ديالها ومعانيها كذلك وحتى المستفادات اللي استخلصناها منها سنطلب منكم تراجعوا من جديد الصور الست اللي درسنا بالإضافة لدروس الإيمان ودروس العبادات ودروس الأدب ودروس السلوك وحتى القيم وصلنا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين لنهاية الحصة انتقلوا لمادة الحساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة